هنروح لكرة الطائرة رجال زي ما حضراتكم عارفين انه يعني الفرقة ماشية بخطة سابتة اتأهلنا من دور الاول طلعنا في مجموعة من ستة ما بلعبش الاثنين اللي طلعين معنا ولكن باللعب الاول والتاني والتاني من المجموعة التانية كان عندينا مباراة مهمة مع سبورتينج الحمد لله استطاع الفرق انه يحقق الفوز 3-0 في 3 اشواط نظيفة جاءت النتائج كالقاتي 25-16-25-19-25-21 ودي مباراة مهمة محطة مهمة مع نادي سبورتينج وده اللي كاله معنا مستر فرناندو منذ في الحلقة الماضية طيب ارتفع رصدنا الواحد وعشرين نقطة احنا متصدرين مجموعة من مجموعتنا تاني افكر حضراتكم سبورتينج بترجيت سموحة الترسان القناة انت هتلاعب بترجيت هتلاعب سموحة وسبورتينج والترسان مش هتلاعب بقية الفرقة لان بقية الفرقة جاية معاك من المجموعة بتاعتك الدورة هتوقف شوي عشان منتخبنا بيستعد المشاركة في تصفيات المنطقة الخمسة الافريقية على فكرة الدورة هيوقف رجال وسيدات ولكن فترة مش كبيرة ولكن ان شاء الله يعني تبقى فترة كويسة لالتقاط الانفاس للمرحلة اللي جاية فريق الرجال حتى الان ما تحطش باختبار حقيقي مع المنافس ولكن برضو الكلام ده كله نقشناه مع مستر فرناندو منذ اللي يعني اللي عايز تتابع الحلقة هي لأيها موجودة طبعا على قناة النادي الالي على اليوتيوب ويشوف كمان مستر فرناندو قال ايه طيب احنا يعني الحمد لله عندنا اصابات فريق كرة طائرة رجال لا ما عندناش اصابات طب الدنيا ماشي كويس اه الدنيا ماشي كويس ولكن يتبقى ان شاء الله توفيق ربنا ربنا يحفظ عننا الاصابات يعني يحمينا من اصابات ليه الفرقة دي عندها مجموعة من المباريات او مجموعة من البطلات مهمة جدا دوري وكأس السنة دي وبطولة افريقيا اللي هتقام على صالة الامير عبدالله الفصل في شهر ابريل بعد رمضان بإذن الله كل السلام وحضراتكم طيبين مهم جدا ان احنا الفريق بقى كامل ومكتمل عشان نقدر نستطيع ان احنا نفوز بهذه البطولة خاصة البطولة افريقيا رجال وسيدات اللي وصل لنا واللي جلنا من الاتحاد الافريقي انه بنسبة كبيرة جدا اللي هياخد اول هيروح يلعب في بطولة العالم لكرة الطائرة عشان ده اكتمل المربع سلة وطيرة ويد وقدم بيشاركوا في بطولات العالم كأكبر نادي في العالم فرقوا بتشارك في بطولات العالم وهو النادي الاحلي